أقص زي الطفل ده أنا شايفة عنده أو ما عندهش من أنه يوصل أصلا لمرحلة الحسية طيب إحنا زي ما اتفقنا في أطفال عندها استعداد قريت يعني أنا لو أنا مثلا أنا وزي ما اتفقنا زوجتي عندنا حسية فأنا هو توقع أن ابننا هيبقى مريش حسية أنف يوما ما وبالتالي لازم أنا أحاول أحافظ على البيئة اللي حوالي طبعا هو الموضوع صعب يعني خلينا نتكلم عمليا يعني مثلا صعب قوي أقول أب وأم ما تعرضش ابنك لو تراب صعبة خاصة زي ما هتقول أن اللي عندهم فاميلي هستري اللي عندهم تاريخ عائل يعني فبنحاول بنحاول نتجنب حاجة اسمها بنسميها مثيرات الحساسية الزي الخانات آه البرفيومز الدخان التراب المعطرات القوية المطهرات القوية بزيذ الفترة دي الكحول والديتول والكلور ده موضوع أصعب كمان بالضبط فبنحاول على قد ما نقدر نبعيدهم عن الحاجات دي لأنه أول خطوة في علاج حسية الأنف والصدر هي نمرة واحد تجنب مسيرات الحساسية في برضو حاجة كمان احنا بناخدش بنا منها خالص هي أنه تغيير الجو المفاجئ للطفل هو نفسه مسير للحساسية بمعنى أنه لو أنا قاعد في مكان مكيف فترة طويلة قوي ملبسات تقيل لا خالص هي المشكلة هنا يعني الأنف يعني أنا مهما كنت لابس لبس تقيل الهواء السائع اللي داخل هيخش عن طريق الأنف مهما كنت ملبس كويس ودي برضو معلومة الناس مش قادرة تبرك عيوة عيوة أنا ملبسات تقيل أو بيعية ليه بزبط أنا بنزل بابني عشان بروح تشغل فوقت دي عند أماما بنزل ساعة ستة الصبح وعلى طول من أخيره مش متحسنة معيني ببقى ملبسات خمس ست قطع المامات بقى الستات الكبيرة يقولون لنا حطوا بقى حاجة حطوا شال حطوا حاجة في مضيقة دي الصبح يعني هو ده يعني حاجة ساعة شوية بس برضو عملية مش عملية قوي فالطفلة مثلا اللي بينزل من جو دافي قوي لجو ساعة قوي في الشتاء أو بيعط في تكييف فترات طويلة ويخرج على جو سخن فجأة ده الواحدة موصلة للحساسية فأحد مثلا النصائح اللي بنقولها للأمهات والأطفال النازلين مدرس الصبح في الجو دوت إنها ما تنزلوش فجأة يعني إيه اللي بيحصل في بيوتنا البيبي يصحى اللي بيقلبس تحت فيالة بسرعة نلابسه تدرجيا فالأمف تبتدي تتأقلم تدرجيا زي ما اتفقنا أول الحلقة إن النوز دي عاملة زي التكييف هي اللي بتضبط درجة الحرارة فلما قعدها في درجة حرارة دافية مثلا 20 أو 25 ونزلها على درجة حرارة الصبح بادري 9 أو 10 أو 11 في الشتاء الشديد الشاك ده لوحده موسيل الحسي فالطفل طول ما هو بينزل المدرسة تعبان ونفتكري لمشكلة في المدرسة فهي مشكلة في تغيير الجو المفاجئ متاع الصبح